مرحبا اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الاقراب راح تحدث فيها عن الاحوال العاطفية الى كل الشاريك و راح تحدث كذلك حتى عن الاحوال العامة راح اقشرك كذلك حتى العزيب راح نشوف شو بيخبئ لون شهر يونيو و ما تنسوا انه هاده القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع و في امكانية انه تكون قراءة عكسية و خاصة انه تحدثنا عن الجانب العاطفي اوكي عم شوفك يا برج الاقراب تهدف الى بداية جديدة او علاقة حب جديدة بس عم شوفك كأنه انت مشوش الفكر و خايف او عم تتقارن الحب القديم بالحب الجديد او عندك اختيارات و ما عم تعرف كيف تختار باينها اوكي عم شوفك يعني واقف محتار اي قرار تتخذ بحيتك ممكن ما تكون علاقة فيه ممكن تكون حتى شراكة عمل يكون مشروع يكون شغل اي شيء ممكن انت عم تفكر فيه بالنسبة للشريك عم شوفه معتزل اقعد لحاله و ما عم يحكي معك ممكن عم شوفه هذا الانسان هو السلمي تبعك هو توقام الشوء اللي يتبعك التوقام الروح النسخة المطابقة اليك او نسخة التي تكملك بس عمشوفوا هذا الإنسان مجروح أو يعني تعبين جدا عمشوفوا عازل حاله عن كل الناس عن كل المجتمع عنك كذلك ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض عمشوف كذلك على أنه عازل حاله عن كل المجتمع مش فقط أنت العالم عمشوف كذلك على أنه وارد جدا بهذه القراءة أنه أنتم مبتعدين عن بعض لأنه عمشوفوا عم يتذكرك وكأنه أنتم قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض أو قضيتوا أوقات حلوة جميلة جدا وأنتم مع بعض عمشوف كذلك حتى أنه أنت غايل بقلبك تجاه هذا الإنسان كذلك بس عمشوف فقط أنه صرت كذلك حتى أنت تبتعد أو ممكن تشكل لك هذا الإنسان مشاكل أو عمل لك مشاكل بالعائلة فصرت تبتعد أكتر عمشوف كذلك حتى أنت من زوي ومو بتعد عن هذا الشخص ممكن أنت تتعامل مع برج العذراء أو تتعامل مع برج الدلو كذلك عمشوف برج الأثار أو الميزين الجوزاء كذلك عمشوف هذا الانسان كذلك يتمنى رجوعك او يتمنى تهيير شيء او يحصل شيء بحياته لانه هذا الانسان حياته شوي موتري او مكركبي ما عارف شوي يعمل او اي قرار يتخذ او اي طريق يصلك ممكن هذا الانسان حيران جدا عنده اشياء مو بس انت اللي مسببها يعني الحيات عامة ممكن انت شايل بيقلوك تجاه هذا الانسان لانه بتعد من غير ما يفسر ولا كلمة اذا ممكن حاول انه يجي عندك برج العقرب ممكن عمشوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة ممكن تنفجر بوجه هذا الانسان ممكن تحكيله كلام قاسي جدا عمشوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا يبتعد بتعاد اخر لا هيك عمشوفه منزوي منعزل ممكن متخوف من ردة فعلك عمشوف كذلك حتى هو يريد يرغب في الرجع او في بداية جديدة يريد صلحة يريد تغيير الامور بس ممكن بيعرف انه انت شخصية صعبة منك شخصية سهلة انه يتعامل معه عمشوفه كذلك على انه هو راح يعمل خطوة بس الخطوة راح تجي متأخرة ما راح تجي بالوقت اللي انتا متلا مشارجون عمشوف الامور تتأخر او راح تعمل يعني متأخر جدا عمشوف انه نهاية العلاقة راح تكون بشكل سعيد يعني عمشوف على انه هو يحمل حب كتير قوي اتجاهك وعمشوفه يعمل خطوة بس راح تتأخر هذه الخطوة ما راح تفكر انه العلاقة راح تكون بشارجون جيدة عمشوف على انه هذا الانسان يدرك انه مذنب يعني يشعر لانه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك تلك بس ممكن ما قادر يعني يفسح عن ذلك او يعمل خطوة اليك ممكن كذلك عمشوف على انه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال او بالعمال ما بيخليه كذلك تكون راكز للدهن عمشوف عمشوفك كذلك على انه ممكن تكون عندك فرصة فرصة حب جديدة او ممكن يعاد صياغة هذه العلاقة بشكل جديد ممكن تكون تبدأوا العلاقة بس بشكل اخر ما رح تكون نفس المشاكل رح ممكن تتكلموا اللي انا عمشوف فيه كومنيكيشن بس هاد الكلام او هاده الرسائل ستتأخر يا برج العقرب ما رح يكون فيه تواصل بالوقت اللي حالي فيه رغبة وفيه نية انه تتكلموا مع بعض وخاصة هو عمشوف فيه رغبة بس انت عمشوفك يعني الشاي يبقى لبك تجاه هذا الانسان ومتوتر اكتر وممكن بتعد من غير ما يفسر لحيك انت عمشوفك كتير شاي يبقى لبك تجاه هذا الشخص بس عمطة طاقة جيدة جدا حاول اذا هو انسان مثلا طيب وانسان عنده خلق بس ما اعتزل من غير ما يحكي لقلك حاول انه تلتمس لقله العذر لانه عمشوفه يظهر بانه في مشاكل تتعلق بالمال والعمل وعمشوف هنا انه يحس انه مذنب يشعر بذلك يكفيه هاد التأنيف الضمير الذي يعيشه برج العقرب عمشوف كذلك حتى لازي برج العقرب عمشوف في حب جديد تطلع الوفرز كمان في الائس اف بنتيكولز الائس اف كاب عمشوف حتى هاي التوي اف بنتيكولز بتعني الزاويج بتعني الكميتمنت بتعني الارتباط ممكن يكون في ارتباط جديد بحياة برج العقرب ممكن يكون حتى كذلك من البرج العقرب عمشوفه شخص مشهور او شخص الشيني شخص مشع شخص معروف شخص يجلو بالآيون كتير شخص بحبوه الناس عمشوفه كذلك شخصية ناجحة جدا ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة او بالدولة يشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية و بالقطاع الامن عمشوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم هذا الانسان ممكن يطلب ايدك او ممكن حتى يريد الزاويج منك للبعض ممكن يكون تقدم او يتقدم هذا الانسان او يطلب ايدك لانه عمشوفه شايل كاس الحب او كاس الماء ل يتحدث معك عمشوفه كذلك انسان لبق الكلام انسان بيعرف كيف يتحدث عمشوفه يعمل خطوة مشان انه يكون معك هيدا بالنسبة للناس العذاب اما بالنسبة للحياة العامية برش العقرب عمشوفه بداية جديدة تتعلق بكسب اموال هذه الاموال ممكن تأتي من مبادرات ممكن تعمل اشياء تخوص المساعدات الانسانية او ممكن تتجه برش العقرب الى المساعدات الانسانية او ممكن تكون تشتغل بجمعية مساعدة الناس عمشوف كذلك ممكن عندك رغبة انه تبني بيت او تتزوج كذلك عمشوف على انه عمشوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزومات او ممكن انت يكون عندك ضيوف بالبيت عمشوفك تهتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني عمشوف كذلك حتى يا برج الاقرب ممكن في قضية بالمحكمة عمشوفها يعني ممكن تربحها اذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج الاقرب همشوفك همشوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس عندك خلافات مع ربك بالعمال ممكن انت تلجأ الى عمل مشروع والابتعاد عن العمل بشركة او عند شخص ممكن ما تلائح عليك تلائح مشاكل معه وتلتج الى عمل مشروع خاص همشوف فيه اعباء كتيرة ممكن تكون على عاطقك يا برج الاقرب وخاصة بالعمال همشوف ما عندك استقرار بتحس حالك انه منك مستقر لهيك هم تلتجأ الى كل ما هو روحانيات وكل ما هو صدقات وجمعيات والاهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك همشوف كذلك نجاح بقضية تتعلق بالمحكمة عمشوف كذلك عندك ارق بس عمشوف عامة الطاقة تتجأ حول الانعزال يا برج الاقرب عمشوف كذلك عندك هدف وعمشوف مسكر ابويب كتير على ناس ما بيستحقوا خاصة الناس المتطفيلين اللي عم تاخد الاخبار وعم تجيب اوكي عمشوف اقفل ابويب تجاه هاد الناس ما عم تعطيعه وما عم تسمح له انه تدخل بحياتك كذلك عمشوف على انه ممكن في شخص خبيط كما قلت يتدخل بحياتك حاول انه تسكر الابواب عليه ما تحاول انه تفتح الابواب ابدا عمشوف كمان انه الصحة جيدة بس انتبه للنوم للعيون كذلك انتبه لفمك لأصنانك حاول تهصل انه كتير منيح انتبه لكل ما يدخل للفم من اكل ما تأكل اي شي عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمعدة ام ام ممكن كطاقات عمشوف برج الدلو عمشوف برج الحمل برج الجوزع عمشوف ابراج هوائية كذلك حتى عمشوف برج الثور عمشوف ابراج ترابية هوائية ومائية ممكن عمشوف على انه عمشوفك بالوقت الحالي طاقتك كتير زعلين كتير منكسر كأنه فيه شيء ضعله لك كأنه فيه طاقة سلبية عم تعيش يا صاحب هذه القراءة عمشوفك مكتئب بحالة نفسية صعبة وممكن كذلك الفقر العاطفي الاحاسيس الجافة يعني انت كل هذه الاحاسيس عم تشارع بالوقت الحالي عندك كتير نظرة سلبية حتى للحياة بالوقت الحالي عمشوف كتير من الامور سلبية بحياتك وكأنه شخص اللي انت عم تحب خانك أو غدرك أو راح عنك يعني في كتير من الخسارات بهذه الطاقة عم تشوف كذلك على أنه حتى مشاعرك فيه نوع من الخسران انت بتحس حالك خسرت العلاقة خسرت داي مومت هذه العلاقة ممكن شخص الاخر اللي انت معه مبتعد عنك ما بيحكي معك يعني مبتعد مبتعد بنسبة كبيرة وحتى ما بيتكلم ممكن حتى أنا عم شوف هذا الانسان بالوقت الحالي يعني سعيد جدا وكأنه ما عنده هذه المشاكل اللي عم تعيش يا صاحب هذه القراءة عم شوف كتير سعيد عم شوف فرحان عم يحقيق أحلامه عم يهدف لتحقيق أحلامه ما عنده هذه الكآب اللي عم تعيش فيه أبدا عم شوف كذلك حتى أنه ممكن غاوي علاقات بده يدخل بعلاقات جديدة بده يكتشف الحياة لهيك عم شوف ه سعيد وعم يحقيق أحلام وغس أنت عم تحس بتعب نفسك كتير كبير هذا الانسان كذلك يعشق إذا كان الرجل يعشق النساء يعشق النساء الجميلات المبتلئات للجسم الشخص كتير يعني مادة كتير أرضي هذا الانسان بحب الفلوس بحب النجاح المادة بحب النساء الجميلات بحب كل شيء أرضي بحبه وكي ما نمس شخص إذا بدك تبحث عن شخص روحاني شخص هيك حساس ليس بهذا الشخص أبدا أوكي عم شوف حتى على أنه ممكن أنت تأمل يعني بالمستقبل أنه ترجع لبعض أنه تحكوا مع بعض أنه تصلحوا العلاقة مع بعض بس ممكن الإنسان الآخر بالوقت الحالي ما أنه أبدا يعني يعني مش طارح الفكري أصلا بدماغه هذا الإنسان بفكر وبيعيش حياته يعني هذا الإنسان ما بيفكر بالماضي ولا بيرجع لثنايا الماضي بل بالعكس بيعيش المستقبل ودائما طموح للمستقبل ممكن أنت تتعامل برج الحمل لأنه عمشوف في كتير طاقة نارية هذا الإنسان يعني ما بيعلاق بمكان معين ما بيعلاق بطاقة معينة وبيقول أنه هذا انتهى هذا الإنسان راح من حياتي راح يعني راح اكتئب أبدا هذا الإنسان لما بتنتهي علاقة أو بينتهي أي شيء بيبدأ شيء جديد ممكن كذلك عمشوف مشاكل بيناتكم ترأت يعني أنتو كتير مختلفين عن بعض ممكن تكون ديانتكم مختلفات ممكن تكون أنت من دياني وهو من دياني أخرى ممكن كذلك حتى اللغة تختلف ممكن الجنسية ممكن حتى أنه يكون هو أكبر منك أو أنت أصغر منه يعني فيه اختلافات فيه فروقات كتير كبيرة ممكن يكون مش من نفس بلدك يعني عمشوف اختلافات كتير كبيرة بين عتقون ما عم تخلي العلاقة تكون راكزة أوكي عمشوف كذلك على أنه كثرة في كثرة كلام في كتير ناس كانوا يتدخلون بهذه العلاقة عمشوف فيه قيل وقال فيه ناس عم تتكلم فيه ناس عم تتحدث بالظهر ممكن أنت كشخص على نياتك ممكن تحكي الأسرار بالعلاقة والناس ما تتدخل إلا بالشر ممكن عمشوف على أنه